السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين هي? يارب تكونوا كفير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نمسح كل الفيروسات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا بدغط الزر واحدة. طبعا كلنا عارفين اضرار الفيروسات وازاي انها بتاستر على اداء جهاز الكمبيوتر. لو حضرتك مهتمة بهذا الموضوع تابع معايا الفيديو للنهاية. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل الموضوع اللي احنا هنعمله ان فيه امر برمجي انا مجهازه لحضرتك. كل اللي انت هتعمله هتاخد الامر البرمجي ده آآ نسخ. تمام كده? زي ما حضرتك شايف كده انا هعلمه بالكامل. اما حاجة هتأكد ان انت قمت بتعليم الامر البرمجي ده بالكامل. هتاخده نسخ. تمام? وبعد كده هتعمل كليك يمين على سطح المكتب بتاع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وتعمل جديد وبعد كده تفتح حاجة اسمه مستند نصي جديد. تمام? وبعد كده تيجي تفتح المستند النصي الجديد وتعمل لصق الامر البرمجي اللي انا سايبه لحضرتك. طيب الخطوة التانية بازن الله. ان انا هتأعمل عمليات حفظ لهذا الامر البرمجي. طيب انا هسمي الحفظ بقى بجسم كانت. اهم حاجة بقى اللي هو آآ الملف هتحفظه بامتداد ايه? هتضغط على ملف بلتتضغط على حفظ باسم. تمام كده? هتمسح طبعا الاسم المكتوب باللغة العربية. تمام? وتبدأ تعمل عملية لصق الاسم اللي انا سميته آآ لهذا الملف. انا طبعا مساميه كيويك سكان. تمام? يعني هتعمل عملية سكان سريع. اما حاجة بقى اللي هو الامتداد بتاع الملف. لازم حضرتك تكتب كلمة نقطة. تكتب كلمة تمام? كده هوت عشان تحوله لملف تنفيذي. تمام? وباكة تضغط حفظ. وتختار ان انت تحفظه على سطح المكتب الخاص بجهاز الكمبيوتر بتاعك. هضغط على حفظ. تمام? هو بيقول لي آآ هل تريد استبدال الملف? طبعا لان انا كنت عملته قبل كده. فهو موجود. فهقول له آآ نعم آآ انا عايز استبدله. بعد ما خلصت الموضوع هيتحول الملف آآ الى الشكل اللي حضرتك شايفه ده. كويك سكان اهم حاجة ان الامتداد بتاعه زي ما قلت لحضرتك تكون حافظه بامتداد بي اي تي. طيب. عايز بقى اشغل الامر البرمجي ده عشان امسح كل الفيروسات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا بضغط الزر واحدة. كل اللي انت هتعمله بمنطقة البساطة طاف. تعمل عليه. كليك يمين وتعمل تشغيل كمسؤول. تمام كده هتفتح معك الشاشة بتاع السي ام دي. تمام? وهو زي ما حضرتك شايف كده هيبدأ يعمل عملية سكان. بيقولك سكان ستارتينج. يعني جداية عملية المسح. كل اللي مطلوب منك ان انت هتترك عملية آآ المسح اللي بيعملها الامر ده. لما يتم آآ مسح لكل الفيروسات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. لو فيه اي فيروس موجود على جهاز الكمبيوتر. هيتم مسح والتخلص منه. كل اللي مطلوب منك ان انت تسيب الامر ده لما ينتهي بدون اي تدخل منك. هتسيبه لحديث ما هو هيغتل بنفسه. طبعا حسب حجم الملفات اللي هو هيمسحها. كل اللي مطلوب منا في الوقت ده ان احنا ننتظر لحديث ما الامر البرمجي ينتهي من عملية المسح. آآ هنتابع مع بعض الفيديو لحين الانتهاء من عملية المسح. لحظات بسيطة. طبعا الامر هو شغال في خلفية جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. بيعمل عملية مسح للفيروسات اللي موجودة على الجهاز. آآ المطلوب ان انت ما تستعجلش خالص ما تقفلش الملف. الا لما هو هيقول لك ان تم الانتهاء وهيقفل بنفسه بدون اي تدخل منك. لان اقدرت ان انا اعمل عملية آآ مسح لكل الفيروسات اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر. وفي نفس الوقت بضغطة زر واحدة بدون اي حاجة تانية. والملف ده حضرها تحتفظ به في مكان امين. كل فترة معينة تبدأ تشغله عشان تتأكد من آآ نظافة جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. هننتظر لحديث ما نشوف النتيجة اللي سوف تظهر في نهاية الفيديو. تابع معي. تابع معي. تابع معي. تابع معي. تابع معي. وقت حسب حجم اللي هو زي محرك شايف كده الملف اهل بنفسه تمام هو عمل عملية مسح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك كل الفيروسات اللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر هو قام بمسحها طبعا مطلوب من حضرتك ان انت بعد كده هتحتفظ بالملف ده في مكان اه امين بحيث ان انت كل ما تحتاج تعمل عملية مسح لجهاز الكمبيوتر تشغله ان شاء الله طبعا هترك ليك الامر البرمج اللي انا استخدمته ده في سندوق وصف اه الفيديو وبكده طبعا النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش الجديد ما تنساش طبعا ان انت هتدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته